واستهلالاً يادي الهنى يادي النور مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منوّرنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم كل سنة وإحنا طيبين يا مولانا ومصر والعرب والإنسانية بخير وسلام مولانا الموسم بتاع آخر أسبوع في السنة أنا من الناس اللي بتستأب جد بأمانة كنت لسه بقول فضلتك البرامج يجيب لك فلان علانة ويعودوا يقول لك فلان هتهبط عليه صاروة من السماء برج البطيخة مش عادة فقاقية الدولة العلانية جالها زلزال ودول مش عارفة أنا الحكاية دي بتضيقني إلى أبعد الحدود صحيح إيه الصح فيها وإيه الغلط يعني وبعدين بقى إيه ده أصبح كل واحد ما عدي روح أمله صفحة والأكاونت حساب على سوشال ميديا يعود يفتي وهي فلوس بقى يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن ولا واتبعه ده وبعد أولاً الإسلام يعالج الخرافة يعالج الأساطير يريد للإنسان كإنسان أن يعيش في عالم الشهادة بنوامسها بقوانينها بكل المجالات التي تحوط بعالم الشهادة عالم الشهادة اللي هو إحنا أنا وإنت الآن فيه ومتابعينا ومشاهدين الكرام حضرتك ما قبل ما يعني غير عالم الشهادة بقى عالم الغيب المستقبل بقى عالم غيب الماضي ذكريات اللي إحنا فيه شهادة أرجو من متابعينا أن ينتبهوا إلى هذه التقسيمات الدقيقة مرة ثاني أمس الأحد ده ذكريات اليوم الأسنين ده عالم الشهادة غداً السلساء غيب طبعاً الأمس أصبح ذكريات مكشوف ومعروف غداً عالم الغيب لا يعلمه إلا الله رحمة بالله شوف حضرتك الخمس أشياء التي استأثر الله بعلمها في خواتيم أو أواخر سورة لخمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيس ويعلم ما في الأرحام مش هو ذكر أو أنسا لا تفاصيل حياته طبعاً وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله في سورة الحشر كما أخبر عالم الغيب والشهادة علم ربنا محيط بالحاضر والمستقبل تمام؟ من هنا النبي صلى الله عليه وسلم عالج ما كان عليه البشر قبل نبوته صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون نقول الكهان مش الردبة كنسية لا الكاهن كان يدعي العلم بالغيب عند العرب مش ردبة كنسية عشان إخوتنا أهل الكتاب ما يستأوش منها صحيح فالرسول الله عليه وسلم يقول من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ومن هنا من الثوابت والقطعيات والمعلوم من الدين بالضرورة في التشريع الإسلامي تحريم ممارسة أو تصديق من يدعي علم الغيب خذ بقى جميع الأمثلة حظك اليوم ده محرر صعفيه هو بيتناول سندويتش بتنجان ولا فلو طعم يا بيكتب أي كلام خذت بقى لحضرتك والناس بقى أدمانت هذا برضو حضرتك فتح الكوتشينة قراءة الفنجان اللي بيطلعوا بقى في الأسبوع ده كما تفضلت لغاية واحد يناير حيبتدوا بقى في بعض المجلات في بعض البرامج في بعض الخنوات وفي ناس بتستوى الكلام الفرق ده وأيضا كان وناس زمان كان حتى في الحروب سبحان الله يلجأون لهذا إنما ده كله خرافات الإسلام جعل اتخاذ الأسباب وربنا ادنا بقى منهج إيماني واضح ورائع ومحكم لما نقرى الآية في خواتم سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم آية بقى يا أستاذ يوسف يا أيها الإعلامي النائب المحترم سيدنا النبي محمد وهو من هو في السمو ربنا بيقول له إيه في القرآن بلغ الناس قل لو كنت أعلم الغيب لا استكسرت من الخير وما مسني السوء فإذا كان النبي محمد وهو من هو في القرب من الله لا يعلم الغيب فما بالك بغير النبي محمد من اللي بتجره بألام أو مشاعر أو أموال الناس فأنا أناشد الإعلام المقروء والمسموع والمرئي أن يكف عن استضافة أو نشر أو بس من يدعون علم الغيب لأن ذلك يناقض مختضيات الإيمان العقائدي الصحيح ولا يحمل منطق نعم فيش منطق برج الحوت سروة تنزل من السماء تسعة واربعين سنة ما نزلتش عليها سروة من السماء أعب بشتغل وبشأه ممكن يقوله هيجيله المفاجأة يتكابل في بكابورت ما سألين؟ فين العلم لما تيجي تقولي زلزال في دولة مش عارفة عرفت أنت بقى منين بقى؟ علم زلازل أنت؟ علم جيلوجيا أبدا؟ جهاز قياس الرختر فقط وده الحد بيعرفت وده الحد بيعرفت إنما إحنا حضرتك يعني في الختام إحنا شعب متدين بطبعه صحيح فأنا أرجو الله عز وجل أن نخلع عن هذه العادة المرزولة ونتخذ الأسباب جعلنا لكل شيء سببه فأتبع سببه ولا نتكل على ضربة حظه وانت عارف آخر حديث بقى نقوله قال صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدفوا وهي مش صدق صادفوا نفرض أنه قال حاجة وطلق الصح لا كذبوا أيضا في وقع الأمر كذب المنجمون ولو صدفوا فهذه بضاعة رديئة نرجو أن نخلع عنها ليقوى إيماننا وصلاتنا بالله لأن ربنا ادنا أيتين نختم بيهم وكان أمر الله قدرا مخدورا وكان ذلك في الكتاب مصطورا صدق الله العظيم